اول ما نخلنا التمريض الخاص والنفرطرة هنطلع احنا عارفين اللي او مخوش وظيفة حكومية وكده بس هنطلع ان يلاقي فرصة عمل. طلعنا بعد ما خلصنا التمريض خاص ولا فرصة عمل لقنا وزارة الصحة رفعة ضيئة على الناس اللي بتشتغل في الخاص وكده وبقنا واستعبالنا قاعدين على القهاوة. دلوقتي احنا عاوزين مزاولة مهنة وعاوزين نخش المعدة لفن الصحة عشان نكمل تعليمنا. عشان نطلع علينا مزاولة مهنة. وان تعامل في المستشفات الفاكومية ومستشفات الخاصة. ما بقاش علينا قاوة. احنا جايين وقفين عشان نتاخد زي زمائلنا اللي قبل كده. زمائلنا اتاخدوا من غير اختبارها. هم كده بيعملونا زي تنقر. ويصفونا. ياخدوا. وفي الاخر. ما خدوش حق. يبقى نقف ونرسل. لحد ما نشوف القرار نازل ازاي. عشان لو نازل بنفس الصغر اللي انا بقولها هنطعه هنقعد لحنا شماشيين. اما صارت القرار تنزل بناء عليها نعرف نتصرف. لو نازل زمائل ما بيقولوا معناش مشيين. احنا قاعدين. احنا منطلبش دورات تدريباية. احنا اللحمة طلبينه نترس طبحتين اللي قابلينا. بعد ما ادلنا القرار. احنا انا في محد ونترس. ونترس اه سنتين زي انا زي الدفع اللي قابلينا. بعد ما لونا هيست وفرحنا زي انا زي اي حد بيفرح. ان احنا بقالنا تلات سنين داخلين. ان احنا نعمل ناخد السنتين طول. اه بصول بصولنا من شبابك من فوق. قالوا لا ده القرار دوت في حبة لغبطة اه اه قرار اه مش موحين عدونا. احنا بقولوهم عاستين نتعلم. مش ابطر من كده. رفضين. هما رفضين ان احنا نتعلم. وهي هتفضل كده على طول. فين الفلوس بتعدى ان احنا دفعناها. فين سنتين بتوع الماحد دول. السنتين في. دخلوا من دين الاختبارات. اسمعنا احنا ما نقص باختبارات. ودول زمائلنا وكانوا واعدين معانا. فقلوا دخلوا اختبارات. فين اللي اختبارات? ما شبناش حد اختبارهم. اسمعنا احنا اختبارونا. اشمعنا احنا بتفعشونا يعني? المفروض اللي احنا دلوقتي جلنا تليفون من فوق ان القرار اتوافق عليه. بعد كده جلنا تليفون تاني بينص القرار ان احنا عيصفونا لدورات تدريبية. عيصفونا ازاي واعنا يا شباب جميعي. يعني انا كنا في المعهل. وصحابنا دخلوا معا. طب احنا ايه صفونا ليه? يعني احنا على الهامش عشان كنا من قدوا جيش واللي كان وراه واللي كان الله علم بكل واحد كان في ايه? وهما عافلوا عنينا الباب. يعني احنا جينا برضو وعافلوا عنينا الباب. والسنينة لما خلصنا جيش وجينا. طب ليه? احنا ليه? احنا اختبارات. قل ما خدوا فلوسها بكده وما دخلوناش اساسا. اما احنا وقفين هنا ليه? قال له فيه قرار وما بس فيه قرار. اشتركوا في القناة